موسيقى مجزا لأهم الأنباء أهلا بكم بعث فخامة رئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية برقية تهنئة لنظير هيتشيك مايلوس زيمان هنعه فيها بمناسبة ذكر اليوم الوطني لبلاده وعرب رئيس الجمهورية في البرقية عن أحر التهاني وعطيب التبركات لفخامته بهذه المناسبة متمنيا له مفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب جمهورية التشيك الصديق التقدم والازدهار بعث فخامة رئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية برقية تهنئة نظيره الصيني شيجين بينغ وذلك بمناسبة إعادة انتخابه أمينا عما للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وأشهد رئيس الجمهورية بمواقف الصين إلى جانب اليمن في مختلف المراحل والظروف لا سيما خلال هذه المرحلة الراهنة ودعمها للشرعية الدستورية في مختلف المحافل الدولية مؤكدا أن تلك المواقف هي خير دليل على ما تتمتع به العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين من تطور في مختلف المجالات وعبر فخامة الرئيس باسمه وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية عن أحر التهاني لفخامته بهذه المناسبة متمنيا له من فرصحة والسعادة ولحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديق التقدم أول إزدهار أجر نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن الصالح اتصالا هاتفيا بقائد المنطقة العسكرية الأولى للاطلاع على تفاصيل الجريمة الإرهابية التي استهدفت عددا من منتسبية المنطقة وأكد نائب رئيس على ضرورة ملاحقة الجناء وتعقب عناصر الإجرام والإرهاب لينالوا جزاؤهم الرادع مشيدا بالبطولات التضحيات التي يقدمها منتسبية المنطقة الأولى في مواجهة عناصر الشر والإرهاب والتضحيات التي يقدمها منتسبية المنطقة الأولى في مواجهة عناصر الشر والإرهاب وعبر نائب رئيس الجمهورية عن أصدق التعازي والمؤساء لأسر وأقارب الشهداء الذين ارتقت أرواحهم في هذه الحادثة الإرهابية الجبانة سائلا الله سبحانه وتعالى الرحمة للشهداء الأبطال والشفال عجل للجرح والمصابين أشهد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن الصالح بتصريح ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وتأكيده المضي قدبا في دعم الشرعية لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة واصطهبتها على كل تراب اليمن والذي يضمن عدم جعل اليمن ولاية إيرانية فارسية في خاصرة الجزيرة والخريج ويفشل مخطط محاولة طمس الهوية اليمنية جاء ذلك خلال لقاه رئيس هيئة الأركان العمل والركن دكتور طاهر العقيلي لمناقشة التطورات والجهود المبدولة لاستكمال بناء المؤسسة العسكرية وترتيب وضع مختلف الوحدات ووجه نائب رئيس الجمهورية بالإسراع في استكمال صرف رواتب منتسبيه الجيش الوطني وتلافي السلبيات مؤكدا اهتمام القيادة السياسية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بترتيب أوضاع المقاتلين في الجبهات وتقدير كل أبناء الشعب اليمني لتلك التضحيات الجسيمة التي يقدمونها في سبيل تحرير اليمن وأمن ومستقبل اليمنين إلى الأخبار الميدانية حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين قبيلة العواض من جهة وبين ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية من جهة أخرى في منطقة العرق بالطاهرية بمحافظة البيضاء وذكرت المصادر المحلية أن الاشتباكات اسفرت عن مقتل ستة عصر ستة من عناصر الميليشيات الانقلابية وتدمير عربة وطقمين فيما أصيب ثلاثة من أفراد قبيلة العواض وأشرت المصادر أن الاشتباكات اندلعت بعد أن قامت قبيلة العواض بطرد عناصر الميليشية من مبنى مديرية ردمان العواض قصفت مدفعية الجيش الوطني مواقع ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في الجبهة الشرقية لمحافظة تعز مخلفة عددا من القتلى والجرحى بصفوفها واستهدفت مدفعية الجيش الوطني سيارة نوع هاي لوكس تابعة للميليشيات الانقلابية في تبة السلال شرق المحافظة وعد القصف لتدمير السيارة ومقتل خمسة من مسلحي الميليشيات الانقلابية كانوا على متنها وإصابت ثلاثة آخرين وفي الجبهة الغربية دارت معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني والميليشيات الانقلابية في محيط جبل هان واندلعت المعارك عقب محاولة تسلل الميليشيات إلى مواقع قوات الجيش الوطني في محيط جبل هان غير أن الأخيرة تمكنت من إحباط المحاولة وأجبرت مسلحي الميليشيات على التراجع والفرار سقط العديد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات الانقلابية في محافظة تعز جراء ضربات جوية نفذها طيران التحالف العربي وبينت المصادر المحلية أن عددا كبيرا من الحوثين سقطوا ما بين قاتل وجريح نتيجة أربع ضربات طيران متتالية استهدفت تجمعاتهم في هنجر بمنطقة الكده جوار مدينة الرهدة وبحسب المصادر فإن الضربة الأولى استهدفت الهنجر والضربات اللاحقة استهدفت عناصر من ميليشيات الحوثي قادمات إلى المكان كما شنت مقاتلة التحالف العربي سلسلة غارات جوية على معسكرا تسيطر عليه الميليشيات في محافظة البيضاء بعد رصد تحركات ونقل معيدات عسكرية منه وقالت المصادر الميدانية أن سلسلة غارات جوية شنتها مقاتلة التحالف استهدفت معدات عسكرية في معسكر القصير بمديرية ردع انتهى المجزة شكرا لطيبي المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة